رغم القيود الإسرائيلية الصارمة ونشر آلاف الجنود على الحواجز نجح اليوم قرابة ربع مليون فلسطيني من أداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المباركة في المسجد الأقصى تحدى آلاف الفلسطينيين قيود وإرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلية وبدأوا منذ منتصف نهار أمس التوجه إلى مدينة القدس المحتلة لإحياء يوم القدس العالمية وللمشاركة في أداء صلاة الجمعة الرابعة في شهر رمضان الفضيلة في رحاب المسجد الأقصى في المقابل أعلنت سلطات الاحتلال عن سلسلة إجراءات استثنائية بالمدينة المقدسة ومحيط المسجد المبارك ونشرت الآلاف من جنودها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فيما شهدت المعابر العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس ازدحمات واختناقات مرورية حادة كما انتشرت الدوريات العسكرية المتنوعة على طول مقاطع جدار الفصل العنصرية لمنع الشباب من اختراقه للدخول للمدينة وفي وقت منعت قوات الاحتلال آلاف المواطنين من الدخول عبر حاجز شمال بيت الأحمى بذريعة عدم حصولهم على تصريح عرقلت أيضا حركة الصحفيين ومنعتهم من التقاط الصور للحشود الكبيرة التي تقف داخل الحاجز كما اغلقت سلطات الاحتلال محيط البلدة القديمة وفرضت على النساء القادمات من محافظات الدفة الغربية من سن 16 إلى 30 عاما الحصول على تصريح لأداء الصلاة بالأقصى المبارك ونفس الإجراء على الرجال من سن 30 إلى 50 من جانبه حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين من مخاطر دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة التي تدعو إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا إضافة إلى مطالبتهم العلانية بمنع المسلمين من الدخول إلى الأقصى خلال الأعياد اليهودية مشددا على ضرورة الرباط فيه طوال العام ردا على هذه الدعوات المترجم للقناة